هذا الاستئصالي الذي رفض حوار الجزائريين كي تطوى تلك الصفحة السوداء من تاريخهم كي تطوى تلك الصفحة السوداء من تاريخهم وتحقن دماؤهم أغرق البلاد في الفساد والمليارات نهبت وأكثر من ألف مليار دولار دخلت للخزينة في ظل أسعار النفط التي ارتفعت فتم نهبها في حين كان يقول لهم استمعوا كاش الفلوس الله غالب أنا مررين مرحلة تعجحين كي قلت لكم كنا قادرين شهر نوفمبر ما خلصت الخدامين لما عندي ما خبيع لكم 30 ياوت 2010 خزينة العمومية كان فيها 50 مليار دينار لا أكثر 14 سبتمبر كان فيها 360 مليار دينار لتدخل شوية تحت ضريبة لكن البلاد تحتاج 200 مليار دينار على الأقل بشيء شهر نحن مرحلة تعجحيني نحن مرحلة تعجحيني نحن مرحلة تعجحيني يعرفكم الشعب ألف مليار دولار ألف مليار دولار قلنا للشعب وين راحت النفاق السياسي انتهى وقته هذا أرأى السياسي بين قوسين جسد الكذب والنفاق وجسد الخداع وجسد المكر الذي هو سيمة في النظام الجزائر على مدار آر عقود حقيقة وأعطى أسوأ نموذج لما يسمى رجل الدولة هذا الرجل الذي لم تكن له عزة نفس كما يتخيله وقد ظهر ذلك جليا حيث أنه كان يتولى المسئولية ثم يطرد ونحن نعرف أن فطرة بوتفليقة لا يسمح للاستقالة بوتفليقة عندما يغضب على مسئول ويستدعيه إلى المكتب يرتب له كما يقوله حتى لا يستقيل بعد مباشرة يضرب ويستقيل وهو حدث مثلا مع الشريف الرحماني لما كان محافظ ما كانت تسمى الجزائر الكبرى العاصمة الجزائرية لما كان وزير محافظة للعاصمة الجزائر وعمل المهرجان بن مزغنة وصارت عليه حمله بل انتقدوا بوتفليقة من الخارج وعندما دخل ولاه منصب وزاري آخر وبعد ذلك أقال هذا هو ديداً بوتفليقة كان يقيل أويحيا بإهانة غير أن أويحيا يعود إلى بيته ويبقى ينتظر وبمجرد أن يستدعى إلى منصب آخر يحرع كأنه لا شيء وكان يوصف من طرف الإعلام الإعلام وسائل الإعلام المنافقة كان يوصف بأنه رجل الدولة الذي يلتزم بواجب التحفظ ولكنه لم يكن كذلك نعم لم يكن كذلك بل أنه يلتزم بواجب النفاق تجاه هذه السلطة التي كان يعرفها جيداً يعرفها من الداخل ويدرك تماماً أنه لا يمكن أن يستغنوا عن فاسد مثل هذا هي حقيقة هذه هي حقيقة أحمد ويحيا